نتحدث عن ربما هناك من يدعي أو ما يقول هناك من يقول أن هناك نقلة نوعية في التوجيه بصراحة نتحدث هل تعتقد أن هذه النقلة النوعية ستنعكس إيجابي على مخرجات التعليم تجاه الجامعات لأن دائما الجامعات كانوا يشتكوا أن مدخلات التعليم عندهم سيئة وبالتالي مخرجات التعليم سيئة ما رأيك بالمستقبل القادم؟ والله في الحقيقة في البداية بشكرك على الاستضافة وبحيز زميل الدكتور بسام وأنا سعيد أن أكون في هذا اللقاء الحيوي الذي يعنينا كمواطنين وكشعب وكوطن وبحكي أن قضية التوجيه اليوم هي ليست حقيقة المنعطف في تاريخنا التعليمي كون أن هذه حصيلة سنوات والإصلاح في التعليم لا يبدأ من سنة واحدة يحتاج إلى سنوات وأنا أعتقد أنها منظومة متكاملة وشاملة يبدأ الإصلاح في التعليم قبل التعليم الجامعي لأن التعليم الجامعي مدخلاته هو مخرجات التعليم الأساسي وبالتالي أنا أعتقد أن الإصلاح يجب أن يكون بالتعليم الأساسي بداية وأن يكون في السنوات الأولى يعني التوجيه هو حاصل تحصيل هي عملية يعني إذا أعطي المشروع الجديد للتوجيه النجاح الفرصة الكاملة أنا أعتقد عبر جيل ممكن يكون هناك تغيير في نوعية مدخلات الجامعة وبالتالي نبدأ بالطريق للإصلاح فالقضية الإصلاح لا تأتي بقرار ولا تأتي بقرار يعني يومي أو في لحظتها ويحتاج إلى وقت وأنا باعتقادي أنه يعني المستقبل أمامنا إحنا في تقييمي بالنسبة لإنتي بحديثك اللي تفضلت فيه هل نحن حقيقة على الدرب الصحيح في عملية التعليم أنا بقدر أحكي أنه إحنا كنا كأردن وكتعليم عالي بذات التعليم العالي كنا في المراتب الأولى ولكن في السنوات الأخيرة تراجعنا وأسباب التراجع كثيرة منها مالي ومنها أمور أخرى الكل يعلمها والكل عنده ديراية كاملة ولكن الأمل موجود إحنا عنا الطاقة البشرية عنا الموارد البشرية عنا الإمكانيات حقيقة ينقصنا يمكن في الجامعات الحكومية التمويل لأنه إذا بدنا نرقى في جامعاتنا يجب أن تؤدي وظائفها وظيفة الجامعة الأولى هي التعليم التعليم يحتاج إلى إمكانيات يحتاج إلى تجهيزات الوظيفة الثانية هي البحث العلمي نحن البحث العلمي في الجامعات نحن مقصرين فيه وما في هناك حقيقة سياسة داعمة ملحوظة ومؤثرة في البحث العلمي الوظيفة الثالثة للجامعة الهيئة ترجمة نانسي قنقر